أكثر سؤال سأسأله أنه أنا لم أعرف أن أعرف أن أركب جملة باللغة التركية كيف أركب جملة باللغة التركية؟ فحضرت لكم هذا المرجع البسيط لهو ترك جدا جملة نص الكورولور يعني كيف نمشأ جملة باللغة التركية؟ أول شيء بدنا الفاعل يعني مين؟ فمسلا ممكن يكون ضمير يكون أنا بان ممكن يكون أنت سان ممكن يكون هو أو ممكن يكون اسم ممكن يكون أحمد أيشة قلي فبدنا مين؟ هوني مثلا عنا أيشة بعد ما شفنا مين بدنا شو عم يعمل؟ أو شو عم تعمل؟ فبدنا فعل الفعل هوني مثلا طوبلو يور يعني عم تجمع فيكون ييور عم تاكل فيكون يوريور عم تمشي فيكون مصرف بزمان تاني مثلا أو قيداجاك يعني أيشة قيداجاك رح تروح أوكي؟ فهوني الفعل بيكون مصرف حسب الزمن اللي نحنا بدنا إياه بالماضي بالحاضر بالمستقبل بعدين هلا عنا الفاعل اللي هو أيشة وعنا الفعل اللي هي شو عم تعمل؟ عم تجمع طيب شو عم تجمع؟ بدنا مفعول به هي عم تجمع زهر فأيشة تشي شكلار طوبلو يور الشو بتيجي قبل الفعل؟ أوكي؟ شو عم تعمل؟ عم تجمع زهر فالزهر بتيجي قبل الفعل شو عم تعمل؟ عم تاكل تفاحة؟ التفاحة بتيجي قبل الفعل يعني بتصير مثلا أيشة ألما يور طيب، وين عم تجمع الزهرات؟ أين؟ عم تجمع الزهرات.. هين عم تجمعن؟ عم تجمع الزهرات بجنينة بحجة يعني جنينة بحجة دا يعني في جنينة فآيشة بحجة دا تشي شكلار طوبلو يور يعني ايشا عم تجمع الزهر بجنينة طيب هالزهرات كيف شكلان شو صفتان عطور الصفة بتجي قبل الموصف فهالزهرات ملونين رنكلي فايشا بحجده رنكلي تشكلر طوبل يور طيب لو كان عنا ايشا ألما يور وان عم تاكلها بالمطبخ فمدفقتا فبتصير ايشا مدفقتا ألما يور طيب كيف شكلها الالما مسلا حمرة كرمزة فشو بتصير ايشا مدفقتا كرمزة ألما يور تمام يعني فينا نطبقه على شو مكان المثال طيب اي متى عملت هالشي بدنا نجيب الزمن ونحطو باول الجملة جنش لبرجنة في يوم مشمس جنش لبرجنة في يوم مشمس ايشا بحجده رنكلي تشيشكلر طوبل يور شو فيها تكون غير جنش لبرجنة فيها تكون يامر لبرجنة في يوم ممطر تمام فيها تكون رزقار لبرجنة يعني في يوم عاصف فهايدي فيها تتغير حسب شكل اليوم حسب الزمن طيب هالجنينة ممكن تكون لأيشا ممكن تكون لأيشا كيف نخصص البهجة اكتر نقول كان دي بهجة سندة يعني في حديقتها البهجة دا بتصير كان دي بهجة سندة يعني في حديقتها فالجنش لبرجنة في يوم مشمس ايشا البهجة تحولت عنا لكان دي بهجة سندة في حديقتها رنكلي تشيشكلر طوبل يور تجمع زهر ملون طيب هالجنش اللي بيرجون فينا نخصصوا اكتر فينا نخصصوا هاليوم المشمس فيكم هو يوم مشمس ولكن صيفي بفصل الصيفية فيكم كيف منحولوا؟ جنش اللي بيضل مثل ما هو مشمس برياز جنو برياز جنو يعني يوم صيفي مشمس يعني يوم بفصل الصيفية مشمس فينا نشيل الياز نحط بدالة كش شتوية فينا نحط غش فينا نشيل الجنش اللي نحط بدالة يامورلو فينا نشيل نحطه بدالة يامورلو اوكي فهون الياز هو الفصل فالجنش اللي بيرجون ده خصصنا الجن اكتر النا جنش اللي بير ياز جونو وصفنا اليوم هو يوم صيفي فاش تصفه قبلو عطول عم نزيد شي على الجملة عم يوصف شي بالجملة لانه عم يوصفه عم نحطه قبلو طيب لاش عم تجمع الزهور شو الهدف جنش اللي بيرياز جونو ايشا ليش انسينا سوربريز يا بمكتشن كرمال تعمل مفاجأة لاما ونون انسي انسينا الى اميها سوربريز يا بمكتشن كرمال تعمل لامفاجأة كان دي بحجة سندة يعني في حديقتها في جنينتها رنكلي تشاكلار طوبلو فينا نكبر هالجملة بعد اكتر فينا طيب كيف كان وضعا نفسي لأيشا هي وعم تجمع هالزهرات شو كانت؟ كانت نشيلا بمرح شاركي سويليان عم تغني عم نوصفه لأيشا فا جنشلي بيرياز جونو هايدي حفظني هم نعرفه نشيلا شاركي سويليان عم نوصفه لأيشا يعني عم تغني بمرح نشيلا شاركي سويليان عم نسينا سوربريز يا بمكتشن كان دي بحجة سندة رنكلي تشي شكلار طوبلو فصرت الجملة انو عيشا كرمال تعمل سوربريز لاما عم تجمع وارد من جنينة تبعتها بيوم صيفي مشميس طيب فينا نوسع الجملة اكتر فينا شو فينا نعمل نوصف الام مسلا شبه اما اما مريضة فهستة اولان انسينا يعني الى امها المريضة الصيفة عم تجي أبل الموصف فهوني انسينا اجابة هستة اولان فشو سرت الجملة جونشلي برياز جنو في يومين صيفي مشميس نشيلا شاركي سويليان عيشا عيشا يلي عم تغني بمرح هستة اولان انسينا الى امها المريضة لأش سوربريز يا بمكتشن كرمال تعمل مفاجأة كندي بحجة سندة في حديقتها رنكلي تشي شكلار طوبلو عم تجمع ورود ملونة وهيك خطوة خطوة من خلال زيادة كلمة كلمة تحولنا من ايشا لشو لاخر جملة اللي هي صباحا اركان ساعة لارندا يعني في ساعات الصباح المبكرة جونشلي برياز جونوندا يعني هوني فصلنا اكتر مش بس بيوم بفصل الصيف لأ بشو بساعات الصباح المبكرة اللي دققنا اكتر فتنا اكتر بالتفاصيل اللي خاصة بالوقت كرماليك اجت باول الجملة نشالي شاركي سوليان عايشة عايشة اللي عم تغني بمرح هستا قلن انسينا سوربريز يا بمكتشن كرمال تعمل مفاجأة لأمال مريضة كان دي بحجة سندة بجني نتلا الى رنك لتشي شكلار طوبلو يور بتلاقوا هيدا الملف عندي بالويبسايت اذا رحتوا على www.shopier.com سلاش تركيشوزوالا هيد هوا الويبسايت بس تفوتوا عليه وبتنزلوا على ملفات القواعد بتلاقوا الكتاب هون اسمه كيفية تكوين جملة باللغة التركية دول جدا جملة نصر كرولور كرولور بتفوتوا عليه حطت لكم رسمتان من الكتاب بتقدر تشتروا مثل العادة هيدا هو digital uran ملف الكتروني بعد ما تشتروا بيوصل لعندكن على الايميل